في حاجة غريبة جداً حصلت من شوية لازم نلفت نظر حضراتكو ليها النهاردة زي ما قلتلك في لجنة مرور إماراتية برئاسة محمد بن زايد موجودة في الأكديمية العسكرية في العاصمة الإدارية وعملين له احتفالات كان فيه مشهد بيتم الإعداد ليه من إمبارح أو بقاله كذا يوم لكن إمبارح صربوا مشهد بعض الإضاءات في السماء بوش الرئيس السادات وبعدين بوش الشيخ زايد الله يرحمه وبعدين بوش محمد بن زايد وبعدين بوش السيسي شعب واحد ومصير واحد دي لقطة بيجهزولها بقالهم كتير قوي فجأة بدون أي مقدمات من حوالي 45 دقيقة محمد بن زايد طلع استراحة نص ساعة في الحفلة بعد ما عرضنا لكم الصور وبعدين محمد بن زايد اختفى مش موجود في الحفلة الوفد الإماراتي اللجنة اللي قلتلك عليها وزير الاستثمار والأمن اللي مش عارف إيه الوطني والداخلي والدفاع والكلام ده كله مش موجودين إيه يا جماعة اللي حصل رجع سيء الذكر قعد لوحده محمد بن زايد مش موجود الكاميرا بتيجي على سيء الذكر أرفان مش مبسوط مش مرتاح كانوا بن زايد قعد جنبه الدحكة من هنا لهنا كان جميل كان سعيد جدا بدأ يتدايق بدأ يبقى مخنوق فيه فقرات كتيرة جدا حلوة فقرات جميلة بيسقف كده وتحس ان في حاجة مش مظبوطة لحد ما وصلوا للقطة اللي هي معمولة أصلا عشان الشيخ محمد اللي هو الإضاءات الرئيس السلاة بعدين الشيخ زايد بعدين محمد بن زايد بعدين السيسي بعدين شعب واحد بس محمد بن زايد ما كانش موجود هنا السؤال إيه اللي حصل هل في حاجة حصلت هل اللجنة الإماراتية وراها شغل رايحة تستلم أرض رأس الحكمة زي ما قالوا هل إبراهيم العرجاني هيرافق اللجنة الإماراتية عشان يفرجهم الأماكن بتاعت سينة وبتاعت رأس الحكمة والمشروعات اللي هتتم فمحمد بن زايد اكتفى بده هل في حاجة حصلت في الاستقبال أو في الترتيب ما عجبتش فخمته فقرر إنه زعل هل ده كان متفق عليه إنه يقعد بس ربع ساعة ولا نص ساعة ويمشي إيه اللي حصل يا جماعة ما هو أصل القصة اللي معمولة كلها عشان نوريك صورتك في السماء فإنت بتمشي قبلها ليه؟ مين اللي زعلك؟ هل سيء الذكر زعل بن زايد؟ هل بن زايد مش شايف إن القصة كانت مناسبة؟ سئلة كثيرة جدا ومشهد غريب جدا أنا الحياة مش عارف أي إجابة لكن دي ملاحظة حصلت وإحنا على الهواء هو الراجل ساب الحفلة راح فين؟ هل هيكمله؟ هل هيروح له سيء الذكر؟ حتش عارف حاجة لكن محمد بن زايد ساب الاجتماع وخرى